السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله السفار بين فرنسا والجزائر ارتباك وفضيحة جديدة في الجزائر اندلعت فضيحة جديدة في الجزائر بشأن السفار مع فرنسا يتعلق الامر بشكل خاص بشروط السفار الجديدة بين البلدين والتي دخلت حيزي التنفيذ امس اثنى عشر فبراير اعتمدت الحكومة الفرنسيات بالفعل اجراءات جديدة للمسافرين الجزائريين الى اراضيها هذا هو الغاء اختبارات الفرس في البداية اوضحت الحكومة الفرنسيات ان الاشخاص الذين يسافرون من الاراضي الوطنيات معفون الان من هذا الاجراء بشرط ان يقدم دليلا على التطعيم الكامل ضد كوفيد 19 تذكر انه للحصول على حاله الاشخاص الذين تم تطعيمهم يجب ان يكون المسافرون قد اكملوا جدوى للتطعيم الكامل باحد اللقاحات المعترف بها من قبل وكالة الادوية الاوروبية فايزر ميوديرنا استيرازينيك وجونسون وجونسون بالنسبة للاشخاص الذين تلقوا جرعتين من سيوموفاك الصيني والذي يستخدم على نطاق واسع في الجزائر يجب ان يتلقى جرعة اضافية من فايزر او ميوديرنا قبل سبعة ايام على الاقل من تاريخ سفرهم يسافر مع فرنسا فضيحة اخرى بالجزائر في هذا السياق اندلعت للتو فضيحة جديدة في الجزائر تتعلق برحلات الى فرنسا في الواقع تم رفض العديد من الركاب من قبل الخطوط الجوية الجزائرية لعدم تقديم اختبارات كوفيد 19 التي لم تعد مطلوبه من قبل السلطات الفرنسيات للمسافرين الذين تم تطعمهم